اشتركوا في القناة على الثلاثاء في إطار مباريات الدوري العام تدريب هام جداً اختيار القيمة كيف يفكر كولر في لقاء الغد خاصة أنه هيكون مقبل كمان على بطولة كأس مصر ولقاء مؤجل مع بيراميديوم الاثنين المقبل مباريات هامة جداً بيقود الأهل في هذه المرحلة ولكن بالتأكيد معكم أول بول كل الأخبار الجديدة وكل المتابعات الحية للفريق استعداداً لمشوار الدوري المتباقي باقي للأهل بالضبط عشر مباريات في الدوري العام نحتاج إلى الفوز بحوالي من 7 إلى 8 مباريات لتأكيد انتصار الأهل وفوز الأهل بإذن الله بلقب الدوري العام كمان النهاردة عندنا خبرين مهمين جداً وفيهم تعيين مديراً فنياً جديداً لفريق الكرة النسائية اللي تم تشكيله في الفترة الأخيرة اختيار مدرب فرنس لقيادة مرحلة الكرة النسائية في الفترة المقبلة وكمان مدرب جديد لفريق كورترياد رجال في الفترة القادمة مدرب دينماركي تفاصيل تعيين كلا المدربين أكيد هيكون عندنا تفاصيل وأخبار مهمة جداً في سياق فقرات برنامج التريند كمان أكيد هيكون عندنا كمان مستجدات في ملف التحكيم أخبار كتيرة منتشرة في الساعات الأخيرة نفي بيطلع من لجنة الحكام تصريحات بتخرج من المستشار القانوني للجنة الحكام الكابتن واقل مصطفى السباق كل التفاصيل دي بالتأكيد هنناقشها النهاردة في برنامج التريند وبالطبع في الساعات الماضية كان فيه نهائي كوب أمريكا ونهائي اليورو فوز أسبانيا على انجلترا كما توقع الجميع بهدفنا مقابل لهدف وفوز أسبانيا ببطولة اليورو وهي البطولة الرابعة في تاريخ الكرة الأسبانية وفوز الأرجنتين على كولومبيا في نهائي كوب أمريكا اللي كان فيه تفاصيل مؤسفة نتيجة تأخر اللقاء لحوالي ساعة ونصف ولكن المباراة في النهاية انتهت بعد الإكستراتين بفوز الأرجنتين بهدف مقابل لشيء في لقاء شهد إصابة ميسي حلقة فاكة وليس كتيرة وتفاصيل مهمة كما هو المعتاد ولكن نبدأ حلقتنا كالل معتاد أيضا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة بما إن الأهلي عنده بكرة مباراة مع موتورنسبور فعايز أعرف تواقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في لقاء الغد وهو لقاء مهم جدا في الدولي العام تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من تواقعاتكم على تشكيل الأهلي اللي ممكن يكون فيه مفاجآت هل سيشهد روتيشن وتغيير وتعديل في التشكيلة أم سيستمر ريكولر بنفس العناصر الأساسية للاعبة مباراة بيراميدز الأخيرة عموما هنشوف تواقعاتكم في الجزء الأخير من برنامج التريند لكن نروح دلوقتي لأهم العنوي البداية في تريند الأهلي الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مودرن سبورت وكمان المدير الفني الجديد ليد الأهلي أعد الجميع بالفوز بالبطولات وأخيرا اتحاد الكرة ينشر قائمة منتخب مصر بالأرقام المشاركة في الأولمبياد دي أبرز عنوين حلقة النهاردة لكن نروح لاستعراض مباريات اليوم وخلاص بقى انتهت مرحلة المباريات الأوروبية ومباريات أمريكا الجنوبية ونرجع من جديد للشأن المحلي النهاردة فيه مباراة مؤجلة في الجولة السبعتاشر من مباريات الدوري العام مباراة تتلاقي بالساعة التاسعة من مساء اليوم ما بين الزمالك مع بلدية المحل ولكن في المباراة المؤجلة في مرحلة دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر الموسم الحالي عشرين أربعة وعشرين عشرين تلاتة وعشرين عشرين أربعة وعشرين النهاردة لقاء مؤجل في دور الـ 32 الساعة تمانية مساء على استاد تلاتين يونيو في الدفاع الجوي بيرامد زي صديف نادي النصر القاهري دي أبرز مباريات اليوم في الشأن المحلي سواء مباراة مؤجلة في الدوري أو حتى مباراة مؤجلة في مسابقة كأس مصر نخرج إلى فصل ثم نواصل مباراة كان عندنا خبر مهم جدا ويمكن الحمد لله ربنا وفنا في الانفراض بهذا الخبر وهذه المعلومات المتعلقة ببطولة جديدة جاري الإعداد لتنظمها خلال الفترة المقبلة بمجرد ما قلنا الخبر على طول العديد من المواقع الرياضية والزملاء الصحفيين أجروا اتصالات باتحاد الكرة للتأكد من التفاصيل المتعلقة بموعد إقامة السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة وبالفعل مباراة لما اتكلمنا وقلنا أن خلاص تم الاتفاق ما بين الجانب المصري والجانب الإمارات على إقامة بطولة السوبر للأندال أبطال في الإمارات العربية المتحدة ستكون في الفترة ما بين 1 حتى 7 أكتوبر كل مباراة أجرى اتصالات بالمسؤولين في اتحاد الكرة وبالفعل اتحاد الكرة أكد أن هناك بالفعل اتفاقية تم الاتفاق عليها أن البطولة في النسخة الثانية ستتلعب خلال هذه الفترة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبالتالي بالغاية لما يعلنوا بشكل رسمي التفاصيل دي لأن أكيد سيكون فيها تفاصيل متعلقة بالجوائز والفرق لأن كمان لسه شكل الفرق اللي هتلعب في البطولة ما تحددش بشكل رسمي الدوري لسه مستمر بطولة الكاس مش عارفين مصيرها الفترة اللي جاي هتكون انتهت قبل معاد السوبر المصر ولا لأ كاس الرابط عارفين أن فيه فاينال هيتلعب ما بين سيراميكا كيليوباترا مع طلاقع الجيش في نهاية هذا الشهر فعموما الرؤية العامة للفرق المشاركة هتبتطح خلال الفترة اللي جاي أو تحديدا مع منتصف أغسطس اللي جاي ولكن أنا بأكد لحضراتكم أن إن شاء الله بإذن الله بطل الدوري ووصيف الدورة هيكونوا موجودين في بطولة السوبر المصري بمعنى صحيح أن الأهل بإذن الله هيكون مشارك في هذه البطولة بالإضافة إلى مشاركته يوم 27 تسعة في المملكة العربية السعودية لخوض السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك وبالتالي انطلاقة الموسم الجديد للنادي الآلي ستكون كالتالي يوم 14 تسعة مواجهة الفائز ما بين جورماهي الكيني ومريخ هجوبة بطل جنوب السودان يوم 14 تسعة لقاء الزهاب خارج مصر لسه لم يتحدد الملعب نتيجة أن الفرق المشاركة في هذا الدور ما عندهاش ملاعب معتمدة لغاية دلوقتي ولقاء العودة هيكون في القاهرة يوم 21 تسعة بعد المباراتين دور هيكون الأهل على موعد بعد أسبوع بمواجهة الزمالك في الرياض في المملكة العربية السعودية في لقاء السوبر الإفريقي يطير من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة عشان يخوض مباراة السوبر المصري للأندال أبطال في إمارة أبو الزبي خلال الفترة من واحد حتى سبعة أكتوبر الناس تقول لي ما الأجندة الدولية هتبدأ يوم سبعة ده أنا عايز أليكم كمان كان فيه اتجاه إن ممكن البطولة تتلعب من اثنين لثمانين ولكن على الأوراق الرسمية والاتفاقيات اللي تمت في الأيام الماضية البطولة من يوم واحد ليوم سبعة والأجندة الدولية للمنتخبنا هتبدأ يوم سبعة وبالتالي خسام حسن هياخد اللعيبة على طول في اليوم اللي هتنتهي فيه مباريات كأس السوبر للأندية الأبطال ناس بتقول لي تب بس غريبة كابتن حسام حسن دايما بياخد لعبة المنتخب قبل أي معسقر بعدة أيام المرات الوضع مختلف الموسم عينتهي في شهر تمانية انطلاقة الموسم الجديد غالبا هتكون في منتصف عشرة في الفترة دي مش هيكون فيه مباريات رسمية لا في الدور ولا في أي بطولة فوقتها اختيارات حسام حسن هتكون منصبة فقط على الأندية المصرية اللي هتلعب في الأدوار التمهدية للبطولة الإفريقية ولقاء السوبر الإفريقي ولقاء السوبر المصري في الإمارات فمن مصلحته ان تقام العديد من المباريات عشان يقدر ياخد لعبة المنتخب يلعب بيهم الأجندة شهر عشرة وبالتحديد هتكون مبارتي موريتانيا لقاء الزهاب في موريتانيا ولقاء العودة في القاهرة في منتصف شهر أكتوبر ودي الأجندة هيكون فيها تصفيات إفريقية المؤهلة لكأس الأمم فالحمد لله مبارح كان عندنا صبق صحفي وإعلامه مهم جدا زي ما قبل كده انفرضنا بمعاد السوبر الإفريقي أكيد هل عندنا صبق بمعاد السوبر المصري وده المعاد المتفق عليه في الإسبوع الأول من شهر أكتوبر طيب نروح بقى لشأن تاني وخبر تاني متعلق باستعدادات الأهلي لمباراة مودرن سبورت أفلنا صفحة مباراة بيراميدز عندنا مباراة صعبة جدا بكرة أنا مباراة إحنا ما تكلمت بلغة الأرقام مواجهة مودرن سبورت صعبة ولا هتكون أقل في مسألة الصعوبة من مواجهة بيراميدز قلتلكم لا بالأرقام بتقول مواجهة صعبة جدا بيقود فريق مودرن سبورت الكابتن طلعت يوسف عنده خبرات كبيرة جدا على مستوى الأرقام والنحية الدفاعية والخسائر والتعادلات في الدوري أرقامه قريبة من أرقام بيراميدز أرقامه قريبة من أرقام بيراميدز أقوى خط دفاع زي بيراميدز مودرن سبورت مودرن سبورت دخل مرمى 21 هدف بيراميدز دخل مرمى 20 هدف إزا مالك أرقامه على المستوى الدفاعي أسوأ من بيراميدز ومن مودرن سبورت وبالتالي أنت عندك بكرة مباراة مع فريق صعب التعادلات في هذا الفريق كثيرة يعني إمكانيات فقد النقاط في المباراة اللي بلعبها مع الفرق الأخرى موجودة وبالتالي مواجهة صعبة هالكولر هيعمل روتيشن هلا يكون فيه راحة على عدد من اللعيبة لأنه بعدها عنده مباراة في كاس مصر بعدها بيومين ثلاثة مع الألمونيوم بعدها بيومين ثلاثة عنده مباراة مع بيراميدز ودي مباراة هتكون فاصلة وحاسمة في مشوار الدوري كل بقى التفاصيل دي وإمكانية مشاركة عمر كامال عبدالواحد بإرسيتاه وعودة كهرباء كل ده بالتأكيد هنتناقش فيه دلوقتي ونتكلم فيه مع زمينة شريف شعبان اللي متواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نسمع منه كل الجديد قبل انطلاق المران بعد قليل شريف مسائل فل ازايك زميل محمد تحاية لك تبعا ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان بسأل خير عليك وعلى كل مشاهدينا ويارب بإذن الله يكون بكرة فوز جديد النادي الأهلي على فريق كبير وفريق قوي جدا ومعام دير فني كبير جدا بإذن الله طيب الجديد عندك وآخر الأخبار لديك قبل انطلاق المران الختامي والدخول في معسقر استعادة لمواجهة مودرن سبورت غدا بإذن الله يمكن انبارح مستال كورر طبعا ادى اجازة 24 ساعة النهاردة بيستقني في التمرينات توالي المباريات ضغط المباريات يمكن ارهاقش دي كدا الراجل أهل في المؤتمر الصحفي أو في المؤتمرات اللي بيتكلم فيها على طول اني ما شافش كده في العالم وان طبع عمر بقى شوف كده في العالم غير في مصر بس كل تلات ايام مباراة حاجة غريبة جدا والفريق واحد بس هو فريق النادي الاهلي يا رب بإذن الله يكون السنة الجديدة مفهاش الكلام ده وبقالنا سنين نفس القصة موسم بيخلص موسم بعد منه على طول مفيش راحل اللاعبين لعبين دوليين للمنتخبات بجميع المراحل السنية والمتضرر الأول والأخير هو النادي الاهلي وطبعا وجميع المنتخبات في الإصابات الطويلة النهاردة بإذن الله التمرين هيكون في السابعة مساء قبل التمرين هيكون في محاضرة فنية محاضرة فيديو علشان خاطر يتفرجوا ويشوف فيها بعض القطاط لفريق مودرن فريق قوي زمنوية زميل محمد عنده خط دفاع قوي جدا عنده مدير فن كبير هو الكابتن طلعت يوسف متمرس طبعا جدا في هذه المجهات الكبيرة مع الفرق الكبيرة كلر النهاردة هيوريهم بعض اللقاطات النقاط القوى والنقاط الضعف لفريق مودرن النهاردة بإذن الله يشارك في التمرين برستا وعمر كمال عبدالواحد كهربا هنشوف فقا النهاردة كلر هيقدر اعتمد عليهم في مباراة الغد هيكونوا موجودين في القائمة ولا لا كل الخيارات موجودة أمام المدير الفني ولكن بأكد لك أن برستاو خاط أكثر من تمرين كهربا أيضا خاط أكثر من تمرين فبيعلنوا جاهزية تم لازيل موجهة عمر كمال خاط تمرينة واحدة النهاردة بإذن الله هيشوف هيقدر يكمل التمرينة ولا لا بإذن الله طبعا هيقدر يكمل لأنه كان عنده إعياء شديد في المعدة فبإذن الله النهاردة يكمل التمرينة فبإذن الله يكون متوجد أيضا فيها القائمة ولكن الخيارات كلها متاحة أمام الراجل يختار اللي هو عاوزه في الدخول طبعا لمعسكر النهاردة ليلة مباراة مودرن يارب بإذن الله كنتو في بس من نصيب الندي الآن لبكرة ونقدر نفوص طبعا على فريق مودرن بإذن الله بكرة بإذن الله طيب هل في برنامج تدريب محدد بدءا من لقاء مودرن سبورت حتى مواجهة بيرامد زيوم الاثنين اللي جاي تعرف مباراتين يعني في غاية الأهمية في مشوار الدوري ما بينهم مباراة في الكاس مع الألمونيوم فأكيد كلر بحضر بشكل مختلف للمرحلة دي يا شريف طبعا هو كلر عن ضغط المباريات ساعات بيدي أجازة بعد نهاية المباراة أو تاني يوم بيبقى فيه أجازة أو فيه تمرين المباراة الأخيرة كان فيه تمرين موزنا الكبير على فريق بيرامدز كان فيه تمرين عمل ريكافرينج لكل اللاعبين وتمرين قوية جدا اللي ما شاركوش في هذا اللقاء المباراة اللي قبل منها واللي قبل منها كان فيه أجازة بعد المباراة بنشوف الراجل يعني ساعات بدي أجازة ساعات بيدي بيعمل تمرين بس الأعرى طبعا عشان خاطر يعني ضغط المباراة وفيه مباراة طبعا في كاس مصر يوم الجمعة مافتكرش هيكون فيه أجازة طبعا هيكون فيه تمرين وردشان هيكون كتير في مباراة بكرة ومباراة يوم الجمعة فهنستنى وننتظر ولكن الراجل مع جهازه والفن الصراحة ما بيسيبش حاجة للظروف ويهتم بالتفصيل وبيشتغل على كل تفصيلة زميل محمد خلينا أقولك بعد نهاية مباراة بيرامدز وإي مباراة الراجل بيشتغل على طول بيتفرج على مباراة الأهل اللعبة مثلا مباراة بيرامدز بيتفرج عليها بيشوف الأهل غلط في إيه أجاد في إيه وبيبدأ أيضا يشوف المباراة التالية للنادي الأهل يبدأ يزاكرها كويس جدا قبل ما بيجي حاضر اللعبة ويقول لهم هنعمل إيه وهنشتغل إزاي وهنهاجم إزاي وهندافع إزاي وهنقف إزاي بس هو عنده مشكلة ما بيقدرش يصحح الكلام ده في التمرينات لأن ما فيش وقت في العالم كله التمرين بيكون في تصحيح قبل أي مباراة بيكون في تصحيح للأخطاء وإضافة جمال جديدة لأي فريق في العالم في النادي الأهلي غير هو مطالب منه ويصححها الأخطاء مع المباريات يعني الأخطاء اللي حصلت في مباراة بيراميدز يتفدى في المباراة المقبلة في أولا للعيبة نظريا علشان يطبقوها عمليا في المباراة المقبلة دعواتنا ودعوات كل الأهلوية بإذن الله يكون الدوري من نصيب النادي الأهلي وبإذن الله بإذن الله يضاف ثلاث نقاط جداد خاطت فع قوي جدا الراجل بكرة هيدافع طبعا كنت طلعت يوسف هيا حاولي أخذ نقطة بإذن الله بإذن الله يكون موفقين من أول دي أني قدر نحرز هدف بإذن الله نفتح الجيم ونسأل الجيم علينا بإذن الله إن شاء الله زمنا شريف شعبان موفد قناة الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة قبل انطلاق المراني الختام للفريق استعلاد لمواجهة مودرن سبورت شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات فاصل ثم نواصل في إطار التطوير والتحديث اللي بيحصل في قطاع الكرة في النادي الأهلي يمكن تم تشكيل قطاع الكرة النسائية طبقا لإعتمادات ولواياح الترخيص اللي كان طلبها الاتحاد الإفريقي للحصول على رخصة الأندية المحترفة وبالفعل كانت تم اتخاذ قرار بتعيين الكابتن شادي محمد رئيسا لقطاع الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة وبالتالي تم تشكيل جهاز قطاع الكرة النسائية سواه للفريل أول أو حتى بشأن فرق الناشئات في الفترة اللي جاية وقلنا عارفين طبعا أن أكاديمية الأهلي للكرة النسائية موجودة منذ فترة وكان الكابتن عبد المنعم شوطة بيشتغل فيها بشكل متميز جدا وفي الفترة الحالية هناك اتجاه بنسبة كبيرة جدا لتشكيل الفريل أول والتعاقد مع لاعبات لتمثيل الأهلي خلال الفترة القادمة في دوري الكرة النسائية بإذن الله إن شاء الله أنا متفاعل خير أن قطاع الكرة النسائية في سنة على الأقل إن شاء الله يكون جاهز لتمثيل مصر والقرة الإفريقية منطية شمال إفريقيا في مسابقات دوري أبطال إفريقيا للقرة النسائية في الفترة اللي جاي يمكن الكرة النسائية لها نظام مختلف شوية في التأهل للبطولات الإفريقية لازم الأول تكون فائز ببطولة الدورة عندك في بلدك بعد كده بتخش على تصفية في منطقة شمال إفريقيا ومواجهة فرق من تونس والمغرب والجزائر وليبيا ثم بعد ذلك التأهل للدورة النهائية والتصفية النهائية دورة أبطال إفريقيا للسيدات بتقام بنظام الدورة المجمعة ويمكن المغرب هتستطيف النسخة القادمة وكانت مصر استضافت أول نسخة لدورة أبطال إفريقيا للسيدات ولكن النهاردة في إطار التطوير وتشكيل قطاع الكرة النسائية يتم الإعلان بشكل رسمي عن تعيين مدير فني من فرنسا لقيادة فريق النادي الأهل للكرة النسائية خلال الفترة القادمة وتحديدا لمدة ثلاثة سنوات أمير توفيق القائم بعمل المدير التنفيذي لشركة الكرة ومدير التعاقدات أعلن عن تعيين الفرنسي ديمتري لبوف مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاثة سنوات وقال أمير توفيق أن لبوف سيحضر للقاهرة خلال أيام الاستلام المهمة والتنصيق مع الكابتن شادي محمد طبعا كابتن شادي هو رئيس جهاز وقطاع الكرة النسائية ويبقى فيه اجتماع تنصيقي بالنسبة للموسم الجديد قدامنا طبعا سورة ديمتري لبوف المدير الفني الفرنسي لفريق النادي الأهل للكرة النسائية لو بنتكلم على السيرة الزاتية لديمتري لبوف هو عنده سيرة زاتية قوية عنده 40 سنة ولد في 20 يناير عام 84 وشوفوا بقى الأندية اللي اشتغل فيها في الفترات السابقة بدليل أن ده كده خبرات كبيرة في أندية مهمة جدا أولا ليوني الفرنسي نابولي الإيطالي بوردو الفرنسي وكمان كان لي تجربة في منطقة شمال إفريقيا كان تولى تدريب الناشئات والشبات في منتخب المغرب في الفترة الماضية وكان تعاقده انتهى معهم في نهاية شهر مايو الماضي طيب النادي الأهل على فكرة تكون قطاع الكرة النسائية منذ موسمين بأكاديميات بمختلف الأعمار السنية وشارق في الموسم الماضي في بطولة الناشئات موليد 2004 وهذه البطولة اللي أقيمت تحت مظلة الاتحاد المصري وطبعا فاز بها فريق وادي دجلة اللي ليه تاريخ كبير جدا في قطاع الكرة النسائية في الفترة الماضية يمكن طبعا في إطار التطوير والتحديث لهذا القطاع تم تحرير عقود للعبات مميزات موجودين في قطاع الناشئات في النادي الآلي تحديدا في المرحلة السنية من 2006 حتى 2009 وفيه كمان اختبارات لاكتشاف اللاعبات الموهبات خلال هذا الشهر يوليو الجاري عشان يتم تكوين قاعدة كبيرة جدا لناشئات قرة القدم النسائية في الفترة اللي جاية بالمناسبة كمان نادي الآهلي جزء من الحصول على الرخصة الاندال محترفة تكوين هذا القطاع طبقا لمعايير الاتحاد الافريقي سواء مدير فني بيمتلك اللايسنسي الرخصة من الاتحاد الافريقي على الأقل أو حتى من الاتحاد الأوروبي وده حصل دلوقتي بتعيين مدير فني فرنسي عنده كل الشهادات اللي تسمح له أن يكون مديرا فنية للكرة النسائية خلال الفترة اللي جاي ده واحد اتنين وفي إطار التحضير للمسم الجديد وانت بتحضر للمسم الجديد عندك النهاردة جهاز فن جديد لكرة اليد في النادي الآلي والأهل الأعلى رسميا من خلال مؤتمر صحفي عن تعيين أهل الدنماركي استفانا ميديسن قدامنا على الشاشة يمكن دي لحظات ووقت الإعلام بشكل رسمي والصور عن تعيين المدير الفني الدنماركي استفانا ميديسن لكي يكون مديرا فنيا لكرة اليد في النادي الأهلي طبعا المؤتمر الصحفي يحضروا استفان المدير الفني الدنماركي ومعا كمان كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياض وشايفين طبعا على الشاشة الكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة والكابتن ياسر لبيب كمان المشرف على قطاع كرة اليد في النادي الأهلي طبعا كانت فيه تصرحات مهمة جدا من الدنماركي استفانا ميديسن اللي أعرف فيه عن ساعته بالتواجد في النادي الأهلي وكما الكابتن خالد العودي أدل بتصرحاته خلال هذا المؤتمر الصحفي تعالوا نسمع أكده جزء من المؤتمر وتصرحات اللي بالتأكيد في نهاية المؤتمر كابتن خالد العودي كان حريص على إهداء ماديسن قاميس الأهلي مدونة عليه اسم المدرب الدنمرقي تعالوا نسمع ونشوف التصرحات في المؤتمر الصحفي نهاردة أكيد كل الناس بتسأل الرجل وصل مصر إزاي أو اخترنا ليه المدرسة الدنمركية مدرسة الدنمركية دي من أهم المدارس اللي موجودة في كرة اليد مع المدرسة الأسبانية الدرمارك أبطال عالم أولمبياد بيقدموا هنبول مختلف شوية عن العالم عندهم تقريبا زي مصر عندهم الأجريسيف جدا جدا في سلوب اللعب قدرنا توصل مع ستارة عطول مع ميستر راسموس هو وكيل أعمال ميستر استيفان بدأ المفاوضات دي من قبل الرجل ملعب الفاينال بأسبوع تقريبا بدأ المفاوضات دي أخذنا في المفاوضات فترة شوية كويسين لكن فعلا أنا شايف أن المفاوضات كانت سهلة جدا 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 إن شاء الله أتمنى لطموحنا كان جماهير النادي أهلي أنا عارف الجماهير النادي ما عندهاش يعني الله ينقطع طموحها عايزين كل بطولات معايا وبيه بإذن الله هنحقق بطولات ونستكمل بسيرة ديفيد ديفيس والنادي الأهلي دائما على حالية العالمية مع المدربين العالميين وإن شاء الله بإذن الله واللي جاي أحسن نشاط رياضي بطمم كل جماهير النادي الأهلي لآخر كلمة أقولها بطمم جماهير النادي الأهلي دائما وأبدا إن مجلس إدارة فعلا ويعني لو كنا في السويتشال ميديا بشوف حاجات كتيرة وكلام كتير لا بأكلم بصراحة شديدة هما سابورتي 100% سابورتي دائما النادي الأهلي تحطيها خريطة العالمية عشان خاطر الطموح جماهيره طبعا في الأول بشكر المقدمة بشكر الكابترخيات على المقدمة الجماهير دي وأنا سعيد جدا وأنا سعيد وعنده شعب كبير موجود في النادي وأبداً أفريق الإعاني في أفريقا وأوأ أفريق، وهو أكبر ندي أكبر ندي أكبر أأ Forbes وأنا سعيد جدا وأنا سعيد جدا ومشارف بني أكون deviceIто مع كابتن بيبو وأدان أفضل سحربة بالترقيق الإعاني مثل dónde أفريق among the world أطفال الأفريق وأنا سعيد جدا وأنا سعيد جدا مياه بعن؟ وأنا سعيد جدا ما شعب كابتن متاعقي كابتن ألواري for a tremendous negotiation طبعا بيوسكو البسواتس خاليد مرتجم وكابتن خاليد عاودي على المفاوضات المنتهى الرقية وكيتهيلة وكيتبه حاجة من أفضل حاجات الحصارات معاه في كارلي بتاعه فيما سرته وحاجة زكية بتنصر أدئي الناس دي على المستوى علم الاحترافية وبتنصر برضو بتحكس احترافية النادي في التفاوض فهو بيشكرهم جدا على التفاوض الثالث وكان على المستوى علم الاحترافية وكيف تختار النادي وكيف تختار ايجيبت الناس بيسألو تلي اخترت النادي النادي الاهلي واخترت مصر عشان تيجي اتمرن فيها انا شفت الجماهير حاجة مبهرة وحاجة اتشرف انا اتشرف ان انتمي للنادي بجماهير زي دي وانا بوعد الجماهير حبز القصارة قصارة جهدي وكل دي اتعمل عندي في النادي كل عندي علشان خلي النادي يتقدم اكتر واكتر وحقق انجزات اكبر واكبر للنادي وللتيم للفريق وللجماهير وللنادي نفر طيب بعد مباراة الاهلي والبيراميدز اللي انتهت بفوز الاهلي بسلاسة اهداف مقابل هدفين كانت فيه تصرحات كتيرة جدا تعليقا على لداء التحكيم للحكم الاسباني وانا هنا من ساعة المباراة لغاية اللحظة دي وهفضل اتكلم في الملف ده لغاية مباراة يوم اتنين وعشرين سبعة اللي هتتلاعب يوم الاتنين اللي جاي بإذن الله زي النهاردة ان شاء الله مباراة الاهلي والبيراميدز اللي يفقى في الدرء التاني طاقم التحكيم اللي كان جاي ده كان طاقم تحكيم سيء جدا وكل قراراته كانت موجهة ضد الاهلي ضربات جزالي الاهلي لم تحتسب انذرات للعب بيراميدز لم تحتسب فاول لطاهر محمد طاهر وانذر للشيبي عمل نفسه مش شايف ضربة جزالي منعيم ضربة جزالي ماما عشور كل حاجات دي الراجل ما كانش موجود حتى الكارت الأحمر لكريم حافظ راجل عمل نفسه مش شايف والفارفين مش موجود يعني كل القرارات العكسية كانت ضد الاهلي مفيش قرار واحد لصالح النادي الاهلي في المباراة وان كان حتى ضربة جزالي تحسبت لحسين الشاحات يمكن عايز اقول لحضراتكم بالمناسبة يعني ارجعوا كده كاس العالم 2014 كانت فيه مباراة لهورندا وكانت هولندا بتلعب في كاس العالم في البرازيل في 2014 وكان فيه ضربة جزاء لأريل روبين وساعتها كان لعب مش فاكر كان ساعتها بلعب ايرلندا وكان فيه مين المنافس مش فاكر بزاة بس انا اجيب لكم اللعبة دي في الحلقات اللي جاية كان ساعتها لعاب المنافس لهولندا كان واي على الارض وآريل روبين اتخبط في رجليه وساعتها لاجمة الحكام في الفيفا قالت لطاقم التحكيم هنا سقوط اللاعب في المكان ده كان فيه اهمال منه فكان لازم تحتسب ركل الجزاء عموما دون الخطف التفاصيل اللاعب بتاعة هجيبها قريب وعشرح لكم تفاصيلها عشان اثبت لكم ان ضربة جزاء حسيني الشحاك كانت سليمة ما كانش ينفع الحاكم اصلا بعد الاخطاء دي كلها يعديها يعني ما كانش ينفع يعدي إلا بقى تبقى القصة رايحة في اطار مالوش علاقة بالرياضة وبالكورة ولكن طلع التصريحات منسوبة لكابتن جهاد جريشا والتصريحات أنا لما قررتها استغربت منها يعني تصريحات بيقولوا فيها أو بيقول يعني على لسان الكابتن جهاد جريشا ان الحكام اللي جمب قدروا مباراة الاهل وبيراميدز مش حكام وكانوا جايين سياحة في الغردقة واتفق معهم اتحاد الكورة تعالوا صيبوا الجولة السياحية وتعالوا عندنا فيه مطش عايزينكم تحكموه طبعا رأيت التصريحات استغربت ولكن النهاردة نزل نفي لكابتن جهاد جريشا وتقال فيه ان الكابتن جهاد جريشا لم يدل بتصريحات بان الحكم الاسباني خفير البريولا اللي قدر مباراة الاهل وبيراميدز ليس علاقة له بالتحكيم وان التاقم ده كان متواجد فيه الغردقة للسياح قال في تصريحات يمكن نقلها المركز الاعلامي لاتحاد الكورة انه لما تحدث عن الحكم الاسباني هتكلم عليه من الناحية الفنية وإدارته للمباراة ولكن لم يصرح ان الكابتن واليد العطار كان متواجد في الغردقة وشاف الحكام دول فقال لهم تعالوا حكوموا المباراة يعني طبعا كل الكلام ده انتوا عارفين السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بتنسب تصريحات غلط وبتكتب أخبار مفبركة وبيتقال كلام ما بيبقاش صحيح وبتكتب تصريحات أصلا ممكن ما بتبقاش متقالة على أو منقولة على لسان مسئوليها أو مصادرها يعني ولكن عموما من الموضوع ده أنا هروح لموضوع أهم مطش 227 أتمنى أن طاقم التحكيم اللي هيجي يكون طاقم تحكيم دولي على أعلى مستوى ومن هنا بطالب اتحاد الكورة أرجوكم يا جماعة مطش 227 عايزين طاقم تحكيم على أعلى مستوى طاقم مصنف روحوا كده أطلبوا حكام بالاسم عايزين الحاكم المصنف رقم واحد في إيطاليا في ألمانيا في فرنسا عندكم هائل يورو كان بالأمس حاكم فرنسي عنده 35 سنة قدر مباراة أسبانيا وانجلترا على أعلى مستوى اطلبوه يجي حاكم مطش الأهل وبيراملز أكيد الراجل خارج من بطولة اليورو مش هيبقى أجازة اطلبوه يجي حاكم مطش 227 والقيمة المالية اللي بتتدافع في تواقم الحكام في المباراة قيمة مالية كبيرة يعني فأي حاكم في العالم مش هيرفضها أكيد هيوافق عليه اطلبوه ليه لا ما يجيش حاكم فاينال اليورو يدير مباراة الأهل وبيراملز هاتو حكام على قدر وقيمة هذه المباراة مش أي حكام ده طلبي من اتحاد الكورة طيب الحاجة التانية وأخيرا اتحاد الكورة نطق ورد على التصريحات اللي خرجت من المستشار القانوني الحالي للجنة الحكام الكابتن وائل مصطفى الصباغ عضو لجنة الحكام الرئيسية والمستشار القانوني للجنة الحكام أنا بقول أخيرا الاتحاد رد ليه لأن الراجل طلع يتكلم وقال كلام خطير جدا ولكن أنا كنت مستنى رد الاتحاد ورد لجنة الحكام بصوا تخيلوا رد لجنة الحكام طلع بيقول إيه مصدر بلجنة الحكام وأول القصيدة أول القصيدة كلام ما يصحش إنه يتقال أساسا ليه بقى؟ لأنهم عالين كلام غلط ليه قيلين كلام غلط؟ لأنه كلام مرسل مش ردين ردود مقنعة أو ردود سليمة تعالوا بصوا بيقولوا إيه لجنة الحكام لجنة الحكام لجنة الحكام عبر مصدر لم يعلن عن اسمه تم توجيه الشكر إلى وقل الصباغ وتصرحاته الأخيرة شخصية وليست رسمية تبليه شخصية وليست رسمية قالك أصل اتحاد الكورة في جلسة 26 ستة الماضي يعني الجلسة دي بالظبط مر عليها قد إيه؟ النهاردة كان في الشهر نهاردة 15 سبعة يعني مر على الجلسة دي حوالي 3 أسابيع بعد 3 أسابيع طالعين النهاردة يقولوا أصلحنا ماشينا مين بقى؟ أحمد الجرحي وسعيد عبد الغفار وأحمد ساهر مع المستشاري القانوني وعدو اللجنة واقل الصباغ طب أنتو يوم 26 ستة لما أعلنتو عن توجيه الشكر لأعضاء اللجنة قلت وقتها في الخبر الرسم مين هما؟ لا ما قلتوش ليه؟ لأن كان من ضمن الأسماء دي كمان كان محمد أبو خاطر معد الياقة البدنية بس أنتو تراجعتو وما قلتوش الأسماء دي ولا قلت اسم محمد أبو خاطر والنهاردة لما قلتو الأسماء شلتوا اسم محمد أبو خاطر ليه؟ لأن انتو عاملين كرسة في تعيينة حكام مباراة برامد زو المأولين الموضوع اللي احنا انفرضنا به هنا وكان إثارة الموضوع هنا والمأولين اعتمد على اللي احنا قلناه هنا واللي اسماعيلي كمان بيعتمد على اللي احنا قلناه هنا وتم توجيه ثلاث شكاور رسمية لاتحاد القرى بشأن تعيين محمد الحنف وتعيين غير قانوني وتعيين خاطئ وبالتالي يجب يتم إعادة مباراة برامد زو المأولين والإسماعيل وسراميكا كيليو بطر لأن حاكم أدار المباراة وهو لم يكتاز اختبار اليقى البدنية وشرحنا وقلنا هنا وكان معايا الكابتن ناصر عباس المحاضر الدولي والإفريقي وسألته مدى قانونية إدارة الحنف للمباراة دي وهو لم يكتاز اختبار اليقى البدنية المعتمد من الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا فيتنس تيست اللي هو بيسمى بالوارنر أو كان بيسمى بالكوبر تيست هل ده قانوني ألا مش قانوني وتأكدنا فيما بعد بتصرحات رسمية لكل الحكام الدوليين السابقين لكل خبراء التحكيم حتى خبراء التحكيم في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي قالوا أن الاختبار اللي تم إجراءه لمحمد الحنف ده اختبار غير معتمد وبالتالي إدارته للمباراة غير قانونية وبالتالي إعادة المباراة طلع بقى بعدها المستشاري القانوني لجنة الحكام وهو في اللجنة دلوقتي وبتحدى اتحاد الكورى أنه كان أعلا أو أخطر وقل الصباغ أنه هو مش في اللجنة النهاردة طلعين بيقولوا إيه؟ إحنا ماشيناه من يوم ستة وعشرين ستة تصرحاته دي شخصية لا تعبر عن وجهة نظر لجنة الحكام هو ده اللي انت قدرت عليه؟ يعني المصدر المختفي من لجنة الحكام النهاردة طلع يقول لنا أصلي تصرحات وائل مصطفى المستشاري القانوني لللجنة دي تصرحات شخصية الرجل مش في اللجنة اللجنة ماشيته اللي اتحاد ماشى ما تماشيه ولا تقعده هي دي قصتي ما تطلع ترد على اللي قاله هو بيعبر عن وجهة نظر هو بيقول رأيه الرجل بيقول لك وقائع الرجل بيقول لك موضوعات رسمية حصلت في عهد اللجنة هو موجود فيها الرجل بيقول لك أنا قلت البريرا القرار ده غلط والتعيينة دي غلط وانت بتخالف الليحة اطلع رد عليه بقى دلة ومستندات بلوايح اطلع قول لنا عملت له الفيفا فتنس تست مش الاس ده بالاس اطلع قولي الكلام ده مش تطلع تقولي دي تصرحات شخصية لا تعبر عن وجهة نظر اللجنة يعني انت بتأمن نفسك انا مش طرف مثلا يعني اللجنة مالاش علاقة ايه دي ايه الردود دي وايه التعليقات دي امبارح المهندس محمد عادل المنشف على الكرة في المولين قالك بعتت تلات شكاو رسمية ما ترد عليه رسمي وانتو عملين بس تبعته مصدر في اللجنة ويطلع ايهاب الكومي يقولك انا سألت المعد البدني تبنع الهوى هو بينه وبينكم المعد البدني وتحدى اتحاد القرب الكامل بكل اعضاؤه برئيسه بكل لجانه يطلعوا وياخدوا تصريح رسمي ويقول المعد البدني اللي يقى البدني المعنى بالاختبار ده ويقول احنا عملنا الاختبار البدني المعتمد من الفيفا لمحمد الحنفي بينه وبينكم المعد اللي يقى البدني على الهوى هو بتحدى رئيس الاتحاد وكل اعضاء الاتحاد وابيريرا وكل لجنة الحكام لأن مباراة بيرامدز والمقولين مباراة غير قانونية ويجب إعادتها ويجب إعادة هذه المباراة وجدولتها في الفترة اللي جاية لكن هتدفع عن الغلط بغلط هنفضل مستمرين معاكم وقريب جداً هيكون معايا هنا مسؤول من الاتحاد الإفريخ والاتحاد الدولي لأن اللي حصل ده خطأ قانوني لا يختفر للاتحاد وللجنة الحكام طالعين تردوا على الرجل تقولوا دي تصرحات شخصية لا تعبر عن وجهة نظر اللجنة يعني إحنا كاعداء لجنة ملناش علاقة باللي بيقولوا ما تردوا عليه ردود ده سليمة ردود قانونية ما تقولوش كلام في الهوى ردوا على شوكها المقولين بشكل رسمي يبعتولوا رد رسمي يبعتول اللوائح دي للأسف ردود لللجنة اللي مصدر مش عايز يقول أنا مين ماشي ماشي الأهل وبرامدز اللي جاي أتمنى ييجي طاقم تحكيم على أعلى مستوى عشان نقفل ملف التحكيم لغاية لما نشوف اللي يحصل للفترة اللي جاي آخر حاجة قبل ما اطلع لآخر أخبار الترند كوبا أمريكا واللي حصل في كوبا أمريكا في فجر اليوم موقف صعب جدا نتمنى الاتحاد الدولي الفترة اللي جاي يبدأ يشوف التفاصيل دي لأن أكيد أمريكا عندها كاس عالم أندية الأهل المشارك فيها كاس عالم 2026 منتخبنا الوطني بإذن الله ربنا يوفقنا ونتأهل للولايات المتحدة الأمريكية ولكن بالأمس الفاينال بتاع كوبا أمريكا اتأخر حوالي ساعة وثلت مطش المفروض يبدأ الساعة ثلاثة الفجر بدأ الساعة أربعة وثلت مشاكل في الدخول جماهير كان فيها مشاكل شايفين طبعا فيديوهات مبارح كانت منتشرة بشكل كبير جدا عن السوشيال ميديا بصوا قديم بالكم الناس عايزة تخش فين دي الممرات من فتحات التكييف للدخلك على الملعب يعني أنا مش عارف الناس قدرت تدخل بالشكل ده ازاي دي بوابات الملعب طبعا الأمريكا بيتعامل بأمف كبير جدا طبعا فيه إصابات فيه تدافع الموقف كانت صعب جدا الفيديوهات طبعا لو شغلنا الصوت الوضع هيبقى صعب جماهير كولومبيا يمكن دخلت بأكتر من حوالي نسبة 40% اللي مش معاها تذاكر لعبة الأرجنتين رفضت تنزل تعمل عملية الإحماء بسبب عدم دخول قصارهم إلى الإستاد ملعب ده في ميامي في ولاية فلوريدا يعني انت بتتكلم على إحدى الملاعب وإحدى الولايات اللي هتصطديف مونديال الأندية في 2025 وكأس العالم في 2026 شايفين البوابات والتدخل عامل إزاي أكيد لازم الاتحاد الدولي يبدأ يناقش ويشوف المشاكل دي لأن اللي حصل في فاينال كوبا أمريكا يجب ألا يمر مرور الكرام عموما المباراة بدأت أربعة وطلت خلصت حوالي الساعة سبعة سبعة ونص كده وفازت الأرجنتين بالبطولة ونتمنى المشاهد دي ما نشوفهاش والحمد لله أنا مرت بسلام يعني ما شفتش تقارير طبية قالت لقدر الله في وفيات أو حاجة ولكن طبعا المشهد كله كان مشهد صعب جدا عموما دي كانت أبرز التفاصيل اللي معايا نطلع دلوقتي نشوف آخر أخبار الترند ونشوف اللي معانا في ترند الأهلي والترند المحلي والترند العالمي أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند واللي هنشوف فيه اللي اتكتب في السوشيال ميديا بداية من ترند الأهلي حساب كورا بلاص بيقوله إن فحصه طبي لعمر كمال في مران الأهلي لحسم موقفه من لقاء مودرن سبورت النهاردة هيخضع لفحص طبي عشان نتأكد من جهزية عمر كمال عبد الواحد في مباراة مودرن سبورت إن شاء الله بإذن الله يكون الفريق في أتم الجهزية وألف مليون سلامة على عمر كمال عبد الواحد حساب كورا بلاص بيقوله إن صفقة يحيا عطية الله لاعب الوداد السابق والمحترف حاليا في أوروبا قالوا إن كولر بيتمسج بهذا اللاعب بسبب قالوا في الأسباب إن شايفين إن ضرورة حسم هذه الصفقة لأنه لاعب بيلعب في مركز الظاهير الأيصر هيبقى بديل مناسب لعلي معلول لاعب كبير عنده خبرات كبيرة لعب مباراة إفريقية ودي بعض العناصر اللي كولر متمسج فيه ضم متمسج عشان يضم يحيي عطية الله عموما نشوف اللي هيحصل في الانتقالات لأنه قلت لحضراتكم قبل كده ملف الصفقات والانتقالات والتعاقدات هيتم حسمه في شهر تمانية ولكن مش في الفترة الحالية حسب بطولات بيقولوا على صفقة جديدة بعد ارتباط اسمه بالأهل مصادر مقربة من أندريس سناطي لعب في النادي السويسري أو نادي سيريس السويدي قالوا إن الأهل لم يتفاوض مع اللعب أو مع وكلائه أو حتى مع النادي السويدي وليس هناك رغبة من قبل السيريس السويدي في التفريد تافيه دي صفقة كانت من ضمن الصفقات اللي كانت بيتطرح اسمها كتير إنه ممكن تنضم للأهل النهاردة وبعد حوالي شهر كامل من تردد اسمه بنسبة كبيرة إنه هضر مصادر مقربة من اللاعب نفسه بتقول أنه مستمر في السويد وما فيش أي جديد في مسألة الانتقال للأهل الوطن الرياضي بيقول إنه منتخب مصر يقرب محمد النني من الأهل اسم محمد النني تردد كتير إنه ممكن يكون قريب جدا من النادي الأهل ولكن النهاردة الوطن بيستند لفكرة إن وجود النني مع المنتخب الأولمبي في الألعاب الأولمبية في باريس ممكن يدي مساحة إن كولر يضم النني في الفترة اللي جاية هنتأكد ونشوف ده قريب جدا هل ده صح؟ ولا كالعادة أخبار بيتقال كتير طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم لتشكيل الأهل في مواجهة مودرن سبورت أبرز تشكيل وأبرز عناصر ممكن يبدأ بيها مارسل كولر محمد ده ماهر بيقول الشناوي هاني منعم ربيعة كريم مروان أكرم أفشا رضا سليم ووسام أبو علي وأحمد عبدالقادر يعني محمد شايف إن فيه روتيشن في شكل التشكيل صفوط بيقول الشناوي هاني ربيعة منعم كريم مروان أكرم إمام حسين الشحات وأحمد عبدالقادر ووسام أبو علي برضو صفوط بيعدل في مركز أو اتنين فتحي زيدان بيقول إن شاء الله كولر يختار التشكيل المناسب لأن المباراة مستهلة مودرن الرابع في الترتيب يعني كل المباراة اللي جاية مباراة كؤوس أتوقع التشكيل اللي انتهى بيه في مطش بيرامدز يعني من وجهة نظر فتح إنه ممكن يبدأ بأفشا وإن شاء الله ألفز للأهلي بإذن الله محمد بيقول مساء الخير أتمنى نبدأ بشوبير هاني ياسر ربيعة كريم أكرم ديانج أفشا رضا عبدالقادر ووسام أيا كان مين اللي يلعب إحنا في أهم مرحلة في الموسم أهم شيء الفوز وتحقيق السلاس نقاط والدوري أهلاوي إن شاء الله ناخد توقعات تانية عمري منصور بيقول مع كولر ملك التدوير الإيجابي شوبير عمر كمال ياسر ربيعة هاني ديانج السلية أفشا عبدالقادر وسام طاهر عمري شايف إن التشكيل هيكون فيه تدوير بنسبة كبيرة لدرجة نغير الثلاثة اللي في مص الملعب والثلاثة اللي موجودين في الخط الهجومي مع وجوده عمر مكان خالد عبدالفتاح أموما دي كانت أبرز الأخبار والتفاصيل معنا النهاردة في برنامج التريند غدا إن شاء الله حلقة جديدة شكرا وإلى اللقاء